كشفت مصادر مطلعة عن عقد رئيسي الوزراء محمد الشيع السوداني اجتماعا مع قيادات وممثلي قوى الإطار التنسيقي لبحث ملف الوجود الأمريكي والضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع وقيادات الحجد فضلا عن ملفي تغيير المحافظين المصادر ذكرت أن الاجتماع تمخض عن دعم الإطار التنسيقي قرار السوداني ضرورة خروج قوات التحالف الدولي والإسراع بتنفيذه أما بخصوص ملف المحافظين فقد أكد المجتمعون ضرورة تغيير المحافظين كافة ودون استثناء